اشتركوا في القناة ولا ان تكون الذكريات ولا ان تشعر بالألم بدون ان تكون قادرا على منع كل تلك العمليات في وقت واحد العديد من العمليات الجراحية من الممكن ان يكون اداؤها مؤذي نصوص طبية قديمة من مصر واسيا وشرق الاوسط كلها تصف طرق التخدير القديمة تحتوي اشياء كالخشخاش المنوم اليبروح الطبي والكحول اليوم اطباء التخدير غالبا يجمعون ما بين التخدير الموضعي والتخدير الاستنشاقي والتخدير الوريدي للحصول على التوازن الصحيح للعملية الجراحية التخدير الموضعي يمنع اشارات الالم من جزء معين من الجسم من الوصول الى الدماغ الالم واشارات اخرى تنتقل خلال الجهاز العصبي كنبضات كهربائية التخدير الموضعي يعمل من خلال انشاء حاجز كهربائي يرتبطون مع البروتينات في اخشية الخلية العصبية التي تسمح للجسيمات المشحونة بالداخل والخروج وتحبس الجسيمات المشحونة الموشبة هناك مركب واحد يفعل هذا وهو الكوكاين تأثيره في قتل الالم اكتشف بالصدفة عندما اتت على لسان جراح عيون متدرم ما زال يستخدم كمخدر في بعض الاحيان لكن الكثير من المخدرات الموضعية المعروفة لديها نفس التركيب الكيميائي وتؤدي نفس الغرض لكن في العمليات الكبيرة التي تحتاج ان تكون فيها فاقدا للوعي ستحتاج إلى شيء يؤثر على الجهاز العصبي بأكمله بما في ذلك الدماغ هذا ما تفعله المخدرات الاستنشاقية في الطب الغربي ثناء إثيل الإثير كان أولى المعروفين كان يعرف كمخدر ترفيهي حتى بدأ الأطباء يدركون أن الناس في بعض الأحيان لم يلاحظوا الإصابات التي تلقوها تحت تأثيره في العقد الرابع من القرن التاسع عشر بدأوا في تهديئة المرضى المخدرين بالإثر خلال خلع الأسنان والعمليات الجراحية أصبح أكسيدو نيتروز ذو شعبية في العقود التي تلت وما زال يستعمل حتى الآن على الرغم من أن مشتقات الإثير مثل السيفوفلوران هو الأكثر شيوعاً التخدير الاستنشاقي عادة يستكمل بالتخدير في الوريد الذي تطور في السبعينات من القرن التاسع عشر المخدرات داخل الوريد تشمل المهدئات مثل البروفوفول مما يحفز لاوعي والمواد الشبه الأفيونية مثل فنتانيل والتي تقلل من الألم هذه المخدرات العامة تؤدي الغرض على ما يبدو من خلال التأثير على الإشارات الكهربائية في الجهاز العصبي عادة الإشارات الكهربائية في الدماغ هي في حالة من الفوضى لأن أجزاء مختلفة من الدماغ تتواصل مع بعضها البعض وهذا الاتصال يبقيك مستيقظاً وواعياً ولكن عندما يصبح الشخص مخدراً هذه الإشارات تصبح أكثر هدوءاً وتنظيماً مما يشير إلى أن أجزاء مختلفة من الدماغ لا تتحدث مع بعضها البعض بعد الآن ما زلنا لا نعرف الكثير عن كيفية حدوث هذا بعض المخدرات ترتبط بمستقبلات جي اي بي اي اي في الخلايا العصبية في الدماغ يبقون البوابة مفتوحة يجعلون الجسيمات المشحونة سلبياً تتدفق إلى داخل الخلية الشحنات السلبية تتراكم وتصبح مثل الألواح الخشبية فوق الماء وتحافظ الخلايا العصبية على نقل الإشارات الكهربائية الجهاز العصبي لديه الكثير من هذه القنوات وهي مسيطرة على مسار الحركة والذاكرة والوعي معظم عقاقير التخدير ربما تعمل على أكثر من واحد ولا تعمل فقط على الجهاز العصبي العديد من المخدرات تؤثر على القلب والرئتين والأجهزة الحيوية الأخرى مثل التخدير قديماً والذي تضمن سموماً مألوفاً مثل الهيملوك وتاج الملوك الأدوية الحديثة يمكن أن يكون لها أثار جانبية خطيرة لذلك فإن طبيب التخدير عليه أن يمزج المقدار الصحيح للأدوية لينتج جميع مميزات المخدر ويجب الحذر عند رصد العلامات الحيوية للمريض وضبط خليط المخدرات حسب الحاجة التخدير معقد ولكن معرفة كيفية استخدامه سمح بتطوير تقنيات جراحية جديدة وأفضل الجراحين تعلموا كيفية أداء الجراحة القيصرية بشكل روتيني وآمن وإعادة فتح الشرائين المزدودة استبدال الكبد والكيلة التالفة وغيرها الكثير من العمليات المنقذة للحياة وفي كل عام يتم تطوير تقنيات تخدير جديدة من شأنها أن تضمن للمرضى تخطي أذى الجراحة للتاريخ الرائع ومغامرات الفضاء الخارجي وفلسفة الإنحناء للعقل والإجابات على أكثر الأسئلة العشوائية التي لديك حول جسمك وأكثر من ذلك اشترك في هذه القناة ترقبوا وابقوا فضوليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر